موسيقى الحمد لله صلى الله عليه وسلم مباركة رسول الله باب آله وصحبه وموله قال الناظم رحمه الله تعالى وكن عالما أن السلام لسنة وردك فرد ليس ندبا بأوطبي ويجزع تسليم امرئ من جماعة وردفة منهم عن الكل يا أبي وتسليم نزر والصغير وعابر السليل وركبان على الضد أيدي وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسنون إذ هو مبتدي وسلم إذا ما قمت من حضرة امرئ وسلم إذا ما جئت بيتك تقتدي وإفشائك التسليم يوجب محبة من الناس مجهولا ومعروفا اقصدي وتعريفه لفظ السلام مجوز وتنكيره أيضا على نص أحمدي وقد قيل يكره وقيل تحية لميت والتوديع أعرف كمردد وسنة استئذامه لدخوله على عيره من أقربين وبعد ثلاثا ومكروه دخول لهاجم ولا سيما من سفرة وتبعدي ووقفته تلقى أباب وكوة فإن لم يجب ينضي وإن خف يزددي وتحريك عليه وإظهار حسه لدخلته حتى لمنزله الشهد وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم ودي وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن كوة أو من جدار مشيدي ولو مع إن كان الدفاع بدونه وفقد النساء أو كون محرم معتدين السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين تتعلق هذه الأبيات ببذل السلام وبالاستئذان وقد أمر الله تعالى بالسلام في قوله تعالى وإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أمهسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وذكر الاستئذان والسلام في قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها إذا استأنسوا بالاستئذان إذا استئذنتم وأذنوا لكم أنستم ودخلتم آنسين وتسلموا على أهلها وسمى الله تعالى السلام تحية تحية من عند الله مباركة طيبة وقال تعالى وإذا حيتم بتحية فأي بأحسن منها أو ردوها وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم يعني أعلنوه وأظهروه فإن المسلم إذا سلم على أخيه عرف أنه يحبه ويوده وإذا عرض عنه ولم يسلم أوجس في نفسه خيفة وأضمر في نفسه بغضا وخاف أن يكون واجدا أو أضبانا عليه إذا مر به وصمته ولم يقل السلام عليكم يقول وكن عالم أن السلام لسنة يعني أنه سنة مؤكدة يعني ابتداءه ابتداءك يكون سنة وفضيلا وردك فرض إليس ندبا فيقولنا فيقولنا الابتداء بالسلام سنة ورده فرض واجب لا بد أن يرده ومن لم يرده يعتبرك ترك واجب ليس ندبا ليس مستهب فقط بل واجب بأوطن يعني بآكد ويجزئ تسليم مدئن من جماعة إذا كنتم جماعة كأشرة فسلم أحدكم على هؤلاء الجالسين أجزاء للجميع ليس شرطا يتكلم الأشرة كلهم بل يكفي واحد منهم إذا سلم يكفي وردهة منهم عن الكل يعادي الجالسون الذين هم مثلا عشر وعشرون أرد واحد بقوله عليكم السلام يكفي ذلك عنهم وذلك لأنهم أرد على أولا الذين سلموا عليهم وتسليم نظر يعني النظر القليل يبدأ القليل بالسلام على الكثير تسليم نظر على ضده يعني على الكثير هذا آكد وتسليم الصغير على ضده الصغير يبدأ السلام بالكبير يعني يسلم على الكبير وتسليم عابر السبيل المرضى للجالس يبدأ عابر السبيل على الجالس يبدأ السلام وركبان الراكب يسلم على الجالس أو على الماشي هكذا جاء بهديث يسلم القليل على الكثير والصغير على الكبير والماضي الماشي على الجالس والراكب على الماشي أو على الجالس يعني على ضدهم وإن سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسمون إذ هم مبتدي يعني الذي أمر بأن يسلم عليه إذا بدأ فإنه قد أتى بالواجب فلو ابتدأ الكثير فسلموا على الكليل فقد أتوا بالسنة وكفى وكذلك إذا ابتدأ الكبير فسلم على الصغير وكذلك إذا ابتدأ الجالس بالسلام على الجالس وكذلك إذا ابتدأ الجالس بالسلام على الظاكر إذا سلم المأمور بالرد منهم فقد حصل المسمون المأمور بالرد هم الذين يسلم عليهم فإذا سلموا وابتدأوا فقد حصل المسمون وسلم إذا ما قمت من حضرة رئا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما معنه إذا أتيت ما دخلت فسلم وإذا أردت أن تنصر فبسلم فليس الأولى بأحق من الثانية عندما تريد أن تود أن تقول السلام عليكم هكذا سلم إذا ما قمت من حضرة رئا وسلم إذا ما جئت بايتك إذا دخلت بايتك فإنك تسلم في قوله تعالى هتا تستنس وتسلم على أهلها إذا ما جئت بايتك هتا ولو كان بايتك خالي ما في أهد أعينك أن تقول السلام عليكم وإفشاءك التسليم ويوجب محبة إفشاء التسليم لعلى الناس يوجب المحبة بينهم أفش السلام بينكم إذا فعلتم ذلك اتحاببتم محبة من الناس مجهولة ونقصدي مجهولة ومعروفة على من عرفت ومن لم تعرف هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في قوله وتطعم الطعام